بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا المثال الثالث من المحور السادس الذي بعنوان Gears معنا هنا Epicyclic Gear Train الArm C carries two gears A and B having 36 and 45 teeth respectively if the arm rotates at 150 RPM anti-clockwise direction about the center of the gear A في هذا الاتجاه ب150 RPM المطلوب لما يكون الـ A fixed determine the speed of the gear B أيضا determine the speed of the gear B لما يكون الـ A يعمل حركة دوران بسرعة 300 RPM في الـ Clockwise Direction المعطيات كما بيّننا TA تساوي 36 TB تساوي 45 الـ NC سرعة الدوران تساوي 150 بالنسبة للـ Arm RPM anti-clockwise في هذا الاتجاه سنحل هذا المثال بالطريقتين الـ Tabular Method ثم بعد ذلك بالـ Algebraic Method خلي نشوف الـ Tabular Method أولاً نرسم الـ Table of Motion كما هو مبين هنا بالنسبة للـ Step معنا 4 Steps الـ Step الأول لما معنا الـ Arm Fixed والـ Gear A rotates through one revolution anti-clockwise فيكون الـ Arm Fixed عليها صفر Gear A plus 1 أما الـ Gear B فيكون minus TA تقسيم الـ TB بما أنه في الـ Clockwise لماذا في الـ Clockwise؟ فالحقيقة هنا لما الـ Arm C تدور في اتجاه الـ Anti-Clockwise على طول الـ Gear B رح تدور أو تلف في اتجاه الـ Clockwise المرحلة الثانية الـ Arm بتكون Fixed والـ Gear A تعمل rotate through X revolution فهنا معنا صفر هنا بلاس X على طول الـ Gear B تكون سرعة minus XTA على TB المرحلة الثالثة نضيف plus Y revolution لكل العناصر فيكون هنا plus Y plus Y plus Y لكل العناصر الـ Final Step للمرحلة الأخيرة نكتب Total Motion الـ Arm C يطلع معنا plus Y الـ Gear A يطلع معنا X أما الـ Gear B فعلى طول يطلع معنا Y تضاف للموشن ناقص X ضرب TA على TB المرحلة الأولى أو السؤال الأول Speed of the Gear B when the A is Fixed الـ Arm تعمل سرعة الدوران بـ 150 RPM anti-clockwise يعني الـ Y تساوي 150 RPM positive Also the Gear A is Fixed Therefore بيكون معنا X مع Y حسب الجدول تساوي 0 إذن الـ X تساوي سالب الـ Y تساوي سالب 150 RPM سرعة الـ Gear B تكون NB تساوي Y ناقص XTA على TB تساوي 150 ضرب 36 تقسيم 45 سرعة دوران الـ Gear B نتحصل عليها تساوي موجب 270 RPM مدامة موجبه يبقى anti-clockwise أما بالنسبة لسرعة دوران الـ Gear B لما الـ A تعمل 300 RPM clockwise على طول سيكون معنا X مع Y حسب الجدول تساوي سالب 300 إذن X تساوي 300 سالب 300 سالب الـ Y تساوي سالب 450 RPM على طول نسحب الـ NB تساوي ماذا الـ Y ناقص XTA على TB حسب الجدول تساوي موجب 510 RPM إذن anti-clockwise الطريقة الثانية لحل هذه المسألة هي الـ Algebraic Method معنا الـ NC هي سرعة دوران الـ RC الـ NB سرعة دوران الـ Gear B NA سرعة دوران الـ A Assuming the arm C to be fixed سرعة دوران الـ Gear A relative to the arm C سرعة دوران الـ Gear A بالنسبة للـ Arm C هي NA ناقص الـ NC سرعة دوران الـ Gear B بالنسبة relative بالنسبة للـ Arm C أيضاً NB ناقص الـ NC بما أنه الـ Gear A والـ Gear B revolve in opposite directions يعني بيلفوا في اتجاه معكوس متعاكس يعني بيكون معنا الـ NB ناقص الـ NC تقسيم الـ NA ناقص الـ NC يساوي سالب الـ TA تقسيم الـ TB نستعمل هذا القانون حتى نتمكن من حساب الـ NB في البداية معنا الـ Gear A fixed يعني الـ NA تساوي صفر نعاوض في القانون طبعاً الـ NC معطى 150 RPM في اتجاه الـ Anti-Clockwise نعاوض في هذا القانون الـ NC تساوي 150 والـ NA تساوي صفر على طول نتحصل على أنه الـ NB تساوي 270 RPM نفس النتيجة التي تحصلنا عليها بطريقة الـ Tabular Method أما لما يكون معنا الـ Gear A يعمل 300 لفة في الدقيقة في الـ Clockwise في اتجاه الـ Clockwise تجاه قرب الساعة لما يعمل 300 لفة في الدقيقة نعاوض الـ NA بسالب 300 RPM ليش سالب لأنه في اتجاه الـ Clockwise نعاوض في القانون NB ناقص الـ 150 تقسيم سالب 300 ناقص الـ 150 من هنا نتحصل مباشرة على أنه الـ NB تساوي 510 RPM أيضاً نفس النتيجة التي تحصلنا عليها في الـ Tabular Method تقسيم موسيقى موسيقى